السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موعد شهر رمضان 1443-2022 فلكيا في أغلب الدول العربية لكن في البداية إخواني كرام أدعو حضراتكم للاشتراك في هذه القناة المباركة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد بارك الله فيكم وشكرا لكم إخواني كرام جاء في الحديث عن أبي هريت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا العدد رواه مسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له رواه البخاري ومسلم وهذا الحديث دليل على وجوب صوم رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله شرعا ويدل كذلك على وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هلال شوال شرعا وأنه يجب إكمال شعبان ثلاثين يوما إذا حال غيم أو نحوه دون رؤية هلال رمضان ويدل أيضا على وجوب إكمال رمضان ثلاثين يوما إذا حال غيم أو نحوه دون رؤية هلال شوال لأن الأصل بقى الشهر فلا يحكم بخروجه إلا بيقين ولا يشترط أن يرى الهلال كل واحد بنفسه بل إذا رأاه من يثوت بشهادته دخول الشهر أو خروجه ثبت الحكم ومعنى قوله فإن غم عليكم أي ستر الهلال وغطي بغيم أو نحوه وقوله فاقدروا له أي أبلغوه قدره وهو تمام ثلاثين يوما ويؤيد هذا المعنى روية الصحيحين فإن غم عليكم فأكملوا لعدة ثلاثين وفي هذا الفيديو سنتعرف على موعد شهر رمضان فلكيا في أغلب الدول العربية فبحسب علم الفلك يتوقع أن يولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجرية مباشرة بعد حدوث الاقتران وذلك يوم الجمعة التاسع والعشرين من شعبان لعام 1443 هجرية الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية وفلكيا تكون غرض شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت الثاني من أبريل عام 2022 وبالتالي من المتوقع أن يكون شهر رمضان يوم السبت الثاني أبريل في أغلب الدول العربية باستثناء الدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجرد فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة وهذه دول قليلة فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأحد الثالث من أبريل وستكون عدته في بعضها 29 يوماً وفي بعضها الآخر 30 يوماً وتعتمد الحسابات الفلكية في تحديد بداية الشهور القمرية على تحديد موقع القمر لحظة غروب شمس اليوم الأول من مراقبة الهلال بحسب اختصاصيين في علم الفلك وبحسبهم كذلك فالأمر هنا لا يتعلق بتوقعات بل بحسابات دقيقة لمعرفة موقع القمر وتستمد الحسابات الفلكية دقتها من دقة حركة الأجرام السماوية ومما يؤكد دقة الحسابات الفلكية هو أن مواقع بداية ونهاية ظاهرة الخصوف والكسوف التي يحددها العلماء ينعدم فيها أي هامش للخطأ والأمر نفسه ينطبق على الحسابات الفلكية المتعلقة ببداية الشهور القمرية التي تعتمد على المدة التي سيبقى فيها الهلال بعد غروب الشمس وعمره في اللحظة بين الولادة والغروب وعلى الرغم من الدقة التي تتسم بها الحسابات الفلكية إلا أن دول عربية مثل المغرب وعمان تتزال تعتمد على الرؤية المباشرة للهلال لتأكيد بداية الشهور القمرية وثم تدول تعتمد الحسابات الفلكية لتحديد بداية الشهور القمرية مثل تركيا التي لديها مقياس ثابت فإذا تم تجاوز ثماني درجات في الاستطالة وخمس درجات في اكتفاع الهلال وقت قلوب الشمس يعلن اليوم الموالي فاتح الشهر القمري اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقدين بسم الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم ارحمه وغفر لكل من نشر هذا المقطع إذا أتمتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل صلك تعليق بالصلاة والسلام على نبينا محمد ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم فالدال على الخير كفاعله منشر سنة نبيكم يرحمكم الله